شوفوا اكو عقلية وفرة اكو عقلية ندرة اكو عقلية حاجة هذه من اهم ركائز التنمية البشرية هاي كلش مهمة اولا الانسان بالنسبة الى الطاقات اللي موجودة في الحياة بالنسبة الى الامكانات لازم يمتلك عقلية وفرة يعني شنو يعني مثل الاكسيجين شوفوا اذا اكو فد واحد مثلا الان فد مليون نفر يضاف الى عدد البشر ليش احنا ما نحس في صدرنا الضيق انه لا يكون هذا راح يخربون علينا الاكسيجين اكو عقلية وفرة ندري الاكسيجين ما راح يضيق علينا شي فرص الحياة نفس الشي الحياة مليئة بالفرص اذا فد واحد هذه عقلية الوفرة حقق انجاز في الحياة اذا ملك شيئا في الحياة ليصيب الانسان انه هذا جاي شنو يقتص جزء من مواهبي انا مما يمكن كنت ان املكه هذه يسموه عقلية الوفرة لازم الانسان يمتلك عقلية وفرة مواهب الحياة كثيرة مواهب الحياة متنتهي لو كل العالم الناس يحرزوها اخيرا لا ينقص من حظي شيء ذرة هذه يسموها عقلية الوفرة الانسان يذعن يصدق ان احراز الامكانات من قبل الاخرين لا يتسبب له اي ضرر اي ضررين هذه يسموه عقلية الوفرة مثالهم جبت مثلا احنا اذا فد واحد صار مسؤول كذا اذا فد واحد مثلا انجب كذا اذا فد واحد انا ما عندي مثلا ذرية وذاك عنده ذرية مثلا احس ضيق في النفس احس انه اذا ذاك في مثلا معاملة احقق مثلا مبلغ باهظ ثروة باهظة احس ان هذا المال جاي يقتص من اموالي هذا عقلية الندرة يسموه هذا خطأ لازم الانسان بكل صورة يقعد يلق النفس هذا بالتلقين يحصل بسهولة يحصل بابا الدنيا جدا غنية الدنيا غنية جدا جدا اذا انا مثلا في مكان عندي مثلا فد انجاز اذا فد واحد اجي في نفس المجال حقق فد انجاز الاف ضعف هذا ما راح ياخذ من الدنيا من دنيا يا شيء الدنيا غنية انت لازم تسعى تقدر تحقق اكثر من ذاك هذا يسموه عقلية الوفرة